مزيد من الإحباط والتشاؤم هكذا ينظر العراقيون إلى مجمل الأوضاع السياسية في البلاد إحباط لم يأتي من فراغ فقد خلفته سنوات من الفشل الذريع وعلى كافة المستويات وتشاؤم يأتي من استقراء الواقع السياسي الذي ينحجر كل يوم من سيء إلى أسوأ آخر ما يؤكد هذا الواقع المؤسف ما نشره المعهد الديمقراطي البريطاني في استطلاع أوضح من خلال نتائجه أن التفاول في انخفاض متواصل في العراق نتيجة تفاقم الأزمات وغياب الوظائف والخدمات العامة ويضح الاستطلاع عن انعدام الثقة في المؤسسات الحاكمة انعكس بشكل واضح في انخفاض نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات أيار الماضي وهو ما يشير بوضوح إلى أن العراقين يأسوا من أن تعمل الحكومة الجديدة على إعادة البناء العادل وتوفير الخدمات والوظائف ولعل ما يؤيد ما ذهب إليه التقرير الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها محافظات وسط وجنوب العراق في الأشهر الأخيرة ولا سيما البصرة بسبب سوء الخدمات وتفش الفساد وانتشار البطالة بينما ينطبق الحال على معظم أنحاء البلاد التي تعاني تخلفا مريعا على كافة المستويات فضلا عن افتقاد مناطق أخرى شهدت عمليات عسكرية لأبسط مقومات الحياة وعلى الرغم من تعاقب الحكومات إلا أن الفشل الذي طبع العملية السياسية ألقى بظلاله على جميع مؤسسات الدولة فلم تستطع تلك الحكومات أن تخف من تغول الفساد فيها أو الأصح أنها لم ترد ذلك لتشابك المصالح وشيوع التهرب من العقاب الأمر الذي زاد من ضياع الحقوق وانتشار المظالم ليعيش العراق بكل ما يحمل من تاريخ وحضارة فوضى سياسية ومع استمرار هذا الحال ربما سيكون مهددا بفقدان كل معالم الدولة